اشتركوا في القناة وأول ابتلاء كان في وجه أبيه آذر الذي رباه وقف في وجهه وقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فاستشاط آذر غضبا وقال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا فقال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ولم يكتفي سيدنا إبراهيم بهذه المواجهة فقر أن يواجه قومه فذهب بفأس إلى الأصنام وحطمها جميعها إلا كبيرهم ولما حضر القوم واكتشفوا ما حل بآلهتهم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فجن جنون القوم وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعدين فتسابق القوم على جمع الحطب وأشعلوا النار في الحطب وكانت نارا عظيمة فماذا حدث ألقوا إبراهيم عليه السلام في تلك النار المتأججة فماذا فعل الرحمن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ثم لقى إبراهيم عليه السلام النمرود ملك بابل أحد ملوك الأرض قال إبراهيم رب الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأمر بالخروج ومفارقة أهله ووطنه وظل إبراهيم عليه السلام لا ثرية له حتى رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من السيدة هاجر فماذا حدث لهما؟ أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر وابنه إسماعيل إلى أرض قاحلة لا نبات فيها ولا ماء ويا له من ابتلاء عظيم أن تترك سوجتك وابنك إسماعيل في الصحراء القاحلة وبعد أن شب إسماعيل وكبر رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل رأى هذه الرؤية وهو شيخ طاعن في السن وهذا ابنه البكر سيدنا إسماعيل عليه السلام الحليم فماذا فعل؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ونجح سيدنا إبراهيم عليه السلام في كل الابتلاءات فاستحق أن يكون للناس إماما ونزل قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذكر أيها النبي حين امتحن واختبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بالابتلاءات والتكاليف فأداها ووفاها وقام بها على خير وأكمل وجه قال الله عز وجل إني جاعلك إماما وقضوة للناس في التوحيد فيقتدون بك ويتبعون ملتك قال إبراهيم عليه السلام رب اجعل بعض نسل أئمة فضلا منك وقرما وجودا فأجابه اللطيف الخبير لا ينال عهد الظالمين بل يناله من ذريتك الموحدون المحسنون الصابرون كان العرب قديما يقولون ابتليت فلانا وده معناه اختبرت وامتحنت فلانا قال الله تعالى وابتلوا اليتاما أي واختبروا اليتاما وذلك قبل أن تدفعوا لهم أموالهم لما يصلوا لسن البلوغ والابتلاء قد يكون بالخير أو بالشر ولكن الأصل في الابتلاء أن يكون بالشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون والمبتلي هو الله عز وجل والمبتلى هو سيدنا إبراهيم عليه السلام فلماذا قدم المفعول به على الفاعل تم التقديم تشريفا لسيدنا إبراهيم عليه السلام واهتماما به وأي ابتلاء وإن كان في ظاهري شر فهو خير إن امتثلنا لأمر الله عز وجل أطعناه أمر الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لأهل الكتاب الذين يدعون كذبا أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام أنهم ليسوا كذلك بل من على ملته هم محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولماذا في الآية الكريمة جاء اللفظ ربه وليس الله جاء باللفظ ربه لينبه لقضية الربوبية فالله عز وجل هو الخالق والرازق والمعطي ولم يتفق أهل العلم على معنى واحد لكلمات وجاء أكثر من تفسير فقال بعض العلماء أن المقصودة من كلمات هو كلمة التوحيد وقال البعض الآخر هي الإبتلاءات التي ابتلى بها الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وقال بعضهم كلمات هي سنن الفطرة وهي عشر خمس في الرأس وهي قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في الجسد تقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء وقال بعضهم بل هي مناسك الحج من طواف وسعي ورمي للجمار وإفاضة والخلاصة أن كلمات هو كل ما مر بسيدنا إبراهيم عليه السلام من ابتلاءات وتكاليف شرعية فأتمهن وقام بهن على أكمل وجه قال تعالى وإبراهيم الذي وفاه وناخد بالنا كويس جدا من حرف العطف الفاء فيه فأتمهن والتي تفيد الترتيب والتعقيب وهذا يدل على وجوب المسارعة في الخيرات قال إني جاعلك للناس إمامة فليس هناك بين الله وخلقه علاقة بنوة بل علاقة إمامة ونبوة والإمام هو القدوة والنموذج فنحن نرقب كل عالم جليل بلقب الإمام زي الإمام البخاري والإمام الشافعي والإمامة في الدين لا تنال إلا بأمرين الصبر واليقين والإمامة درجات وأعظم درجة هي درجة النبوة فإبراهيم عليه السلام لم يكن يحكم كالنمرود ولكنه كان إماما نبيا قال البعض استنادا لهذه الآية الكريمة أن الإمامة أفضل من النبوة وأن الأئمة معصومون من الخطأ وهذا فهم قاصر لأن الإمامة درجات علىها درجة النبوة فإبراهيم عليه السلام نبي وإماما للناس قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي قالها على سبيل الطلب أو الدعاء أو الاستفهام ومعنى إبراهيم الأب الحنون والأب دائما ما يحب أن يظفر بالعمل الصالح والخير أبناؤه من بعده فجاء الرد الإلهي لا ينال عهد الظالمين فلا يمكن أبدا أن يكتمع لأحد الإمامة في الدين والظلم بل ينالها الموحدون والمحسنون وأنعم الله عز وجل على ذرية إبراهيم عليه السلام بالنبوة والرسالة وختم لهم بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم جزاكم الله خيرا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ترى حضرتك تعرف أكتر كتاب في التاريخ اتعرض للدراسة والتدقيق للنقد والتحقيق صح لسانك هو القرآن الكريم وده يرجع لأن الإعجاز في القرآن الكريم زي ما أبهر المؤمنين أشعل نار الحقد عند المعاندين فلم يدع هؤلاء الجاحدون والمعاندون أي طريق للنقد والتجريح والهجوم إلا وسلكوه وسؤال بديه من أدرى باللغة العربية المشركون من أهل الجزيرة العربية أم المشاككون من دول غير عربية ظن هؤلاء بثقافتهم من محدودة وفكرهم الضيق أنهم قادرون على انتقاد الكرآن الكريم نظروا إلى قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بيتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين نظر المشاككون لهذه الآية في القرآن الكريم وقالوا أن هذه الآية بها أخطاء نحوية وأخطاء إملائية قالوا أن في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين خطأ وكان لابد أن تكون الظالمون لأن الظالمون فاعل للجملة الفعلية وهذا اعتراض سخيف لأن في اللغة العربية العهد كما ينال فإنه ينال نسوا أن قواعد اللغة العربية من نحو وبلاغة مأخوذة من الكرآن الكريم ولكن لا بأس فالعلم هو داء الجهل وينال في اللغة العربية لها أكثر من معنى وليس كما يظن هؤلاء أن المعنى الوحيد لينال هو يأخذ فأنا حين أقول نال الإجهاد أحمد أقصد أن الإجهاد أصاب أحمد وبالتالي الإجهاد هنا فاعل وأحمد مفعول به وبكده نظر نقول أن معنى لا ينال عهد الظالمين أي لا يصيب عهد الظالمين وهنا هيكون عهد هو فاعل والظالمين مفعول به نظروا فقط إلى قواعد النحو ونسوا أن هناك ناحية أجازية وبلاغية في الآية الكريمة فمن هو صاحب العهد؟ صاحب العهد والله والله عز وجل يمنح عهد الإمام لمن يشاء من عباده المؤمنين ويمنح عن من يشاء من عباده الظالمين ولم يكتفوا بذلك نظروا إلى رسم اللفظ إبراهيم في الآية الكريمة وقالوا انظروا هذه إبراهيم مكتوبة بدون ياء فهذا خطأ إملائي وخلونا نصحح كلامهم إبراهيم فقط لم تكتب في هذه الآية بهذا الشكل ولكن كتبت في كل سورة البقرة بهذا الشكل اشتركوا في القناة وبدءا بقى من سورة آله عمران وإلى نهاية الكرآن كتبت بالشكل المعروف في هياء فلماذا؟ وده يرجع لأن إبراهيم ليس اسما عربيا ولكنه اسم عجامي عبري وزي ما عرفنا أن سورة البقرة تتحدث بشكل رئيسي عن بني إسرائيل وتتحدث أيضا إلى يهود المدينة وخلونا بقى إحنا نقلب الترابيز عليهم في النسخة الإنجليزية من العهد القديم شاء فيه إبراهيم وأبرام وإبراهيم والمفاجأة الكبرى أن هذه الآية الكريمة ذكرت بالتفصيل في العهد القديم في سفر التكوين رقم 17 الآية رقم 124 في القرآن الكريم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أما بقى في سفر التكوين للأصحاح رقم 17 بيقول ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا أظن واضح جدا التشابه بين العهد القديم والقرآن الكريم والحقيقة أنا مش عايز أتكلم كتير خدت بالك من أبرام في العهد القديم وإبراهيم في الآية الكريمة خدت بالك من سر أمامي وكن كاملا في العهد القديم وقول الله تعالى قال إني جعلك للناس إماما وخلونا نكمل كراءة في سفر التكوين رقم 17 فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا يا ترى إيه هو العهد؟ هو العهد بالإمامة كما ذكر في الآية الكريمة وبالفعل أصبح أبرام أبا لأمم قوية كثيرة وتحول اسمه من أبرام أو إبراهام إلى إبراهيم ومعنى إبراهيم أبو الأمم فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعي اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم هو دا المعنى التام للآية الكريمة رقم 124 ولو خدت بالك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سجد لله كما يسجد المسلمون فمن أحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام من يسجد لله أم من يسجد لغير الله جزاكم الله خيرا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتلى الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الابتلاءات والتكاليف الشرعية فأتمهن وقام بهن على خير وأكمل وجه قال الله تعالى وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ثم جاء الأمر الإلهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يرفع قواعد البيت الحرام فذهب إلى ابنه إسماعيل عليه السلام وقال له يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه قال إسماعيل عليه السلام أعينك فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وشرع في تهيئة الأرض وتجهيز الأرض وتنقيتها من الحجارة ويا له من عمل شاق ولكن في سبيل الله تهون المشاق ثم ذهب إسماعيل عليه السلام ليأتي بالحجارة وأخذ إبراهيم عليه السلام الحجارة وبنى بها البيت حتى ارتفع البناء وكان لابد من الإتيال بحجر ليقوم عليه إبراهيم عليه السلام ويزيد في البناء فأتى بحجر وقام عليه فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وابنه إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أي قدر من الشرف ناله إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهل هناك دليل أوضح على إمامة إبراهيم عليه السلام من بيت الله الحرام ومن مقام إبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذكر أيها النبي حين جعلنا وصيرنا الكعبة المشرفة مرجعا للناس يأتون إليه من كل مكان فيأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه مرة أخرى تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة وأمنا لهم من المعتدين وسلاما لهم من الخوف فألقى الله عز وجل مهابة البيت الحرام في قلوب الجميع ومن دخله كان آمنا فللإنسان في البيت الحرام حرمة وللحيوان حرمة وللطير حرمة حتى النبات له حرمة في البيت الحرام وكان الرجل يجد فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يتعرض له حتى يخرج من الحرمة وجاء الإسلام ليزيده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما واتخذوا واجعلوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة ومقام إبراهيم على أرجح الأقوال هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو يابن الكعبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت وصلى رقعتاء الطواف يقرأ في الرقعة الأولى سورة الكافرون وفي الرقعة الثانية سورة الإخلاص وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام وأمرناهما أن تهرى بيتية من كل رجس أو دنس مادي أو معنوي فلا يكفي أن تطهرى بيتية من الأقضار والنجاسات والدنس ولكن أيضا فلتطهروه من الشرك والريب والكفر والضلال فيكون مهيئا للطائفين حول الكعبة وللمعتكفين المقيمين في المسجد الحرام والمصلين ترك الله عز وجل في البيت الحرام شاهدا ودليلا على إمامة إبراهيم وهو مقام إبراهيم ولا يقل مقام إبراهيم عن الحجر الأسود في المكانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يقوت تالي من الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ جعلنا البيت أي بيت وفي الأرض ملايين البيوت إنه بيت الله الحرام فحين نقول أنني زرت البيت ينصرف الذهن مباشرة إلى بيت الله الحرام زي ما تقول حضرتك أنا رحت المدينة فينصرف الذهن مباشرة إلى المدينة المنورة وده بنسميه في اللغة العربية علم بالغلبة وأصل البيت من البيت تتي أو المبيت وهو المكان الذي يبيت فيه الإنسان ولا يبيت الإنسان إلا في مكان آمن مريح للنفس والبدن ولما أسكن إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل بمكة المكرمة قبل أن تعمر توجه إلى الله عز وجل وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليخيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مثابة يعني مرجعا ومن أقوال العرب ثاب الرجل إلى رجده يعني رجع إلى عقله وصوابه فيأتي الناس إليه دائما ثم يذهبون إلى أوطانهم ثم يتحركون شوقا للعودة إليه مرة أخرى ومن لا يستطع التوجه إلى بيت الله الحرام بالحج والعمرة يتوجه إليه بالقلب والفؤاد كل يوم خمس مرات ومعنى مثابة أيضا مكان للثواب العظيم يتضع فيه الثواب أضعفا عظيمة وإحنا كلنا عارفين قدر الصلاة في مسجد الله الحرام تعادل مئة ألف صلاة فيما سواه واحد ممكن يسأل كيف يكون بيت الله الحرام أمنى وقد تعرض في أزمنة مختلفة للعديد من الهجمات فحاصر الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه في مكة وضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق وهدمها وفي سنة 317 هجريا وفي موسم الحج أغار القرامطة على بيت الله الحرام وقتلوا ما يقارب من ثلاثين ألفا من الحجيج وأهل مكة وسرقوا الحجر الأسود وغيبوه 22 سنة ثم ردوه مرة أخرى فأمنا في هذه الآية ليس على سبيل الإخبار ولكن الله عز وجل يأمرنا بأن نؤمن من يدخل بيت الله الحرام قدر استطاعتنا وجعل الله عز وجل البيت الحرام أمنا شرعا وقدرا شرعا بالتشريع وقدرا كما فعل مع أبرها الحبشية وسبحان الله من شرفه الله بزيارة الكعبة المشرفة نسى همومة وارتاح وشعر بالأمن وراحة البال وكان يكفي إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت قدر طول قامته ولكنه أتى بحجر المقام وسبحان الله زاد في الارتفاع وصار لحجر المقام شأنا بين جميع الأحجار وصار مقام إبراهيم للموحدين مصلى إلى قيام الساعة وكأن الله عز وجل يأمرنا أن لا نقف عند حدود التكليف بل نرتقي ونتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإضافة المقام إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام من باب تشريف سيدنا إبراهيم عليه السلام وجعل مقام إبراهيم مصلى هو أحد الموافقات العمرية لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ليس موصولا بالوحي ولكنه صاحب فطرة سليمة وصحيحة تتجه بذاتها إلى حكم الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ونجد أن كلمة مصلى لم تتكرر مرة أخرى في القرآن الكريم وهناك قراءتان للآية الكريمة واتخذوا على سبيل الأمر واتخذوا على سبيل الإخبار وقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فور فتح مكة بإعادة تطهير البيت الحرام من الأوثان والأصنام وقصرها وحطمها هل هناك حكمة في الآية الكريمة بالترتيب للطائفين أولا ثم العاكفين ثانيا ثم الركع السجود ثالثا قال ابن الباز رحمه الله بدأ بالطائفين لأنه لا يكون الطواف إلا في مسجد الله الحرام ثم بالعاكفين والذي لا يكون إلا في المساجد ثم نهى بالمصلين والركع السجود لأن الصلاة تكون في جميع الأرض فبدأ بالأخص ثم الأعم فالأعم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأن حضرتك بالنسبة لي مهم جدا وإنسان مميز لازم تعرف أصل الحكاية يا ترى إيه السر في حفظ مقام إبراهيم في هذه الكبة الزجاجية؟ لو تحب تعرف كل التفاصيل وتشوف مقام إبراهيم دون حاجز شوف الفيديو ده ومقام في اللغة العربية معناها موضع القدمين ومقام إبراهيم عليه السلام هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة فلما ارتفع البناء شق على إبراهيم عليه السلام تناول الحجارة فأتى بالمقام ووقف عليه فكان إبراهيم عليه السلام يقوم على المقام وابنه إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مش كده وبس مقام إبراهيم أيضا هو المقام الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فمقام إبراهيم كان وسيلة لإتمام البيت وللأذان في الناس بالحج فبه تم البناء وبدأ النداء وهو درأي جمهور العلماء من المفسرين لكن للأمانة العلمية هناك بعض الآراء الأخرى سنقولها دلوقتي فهناك بعض المفسرين الذين ذكروا أن مقام إبراهيم هو الكعبة المشرفة والتي كان يقوم عندها إبراهيم بالعبادة وهناك أيضا بعض المفسرين قالوا أن مقام إبراهيم هو بيت الله الحرام وهناك أيضا بعض المفسرين قالوا أن مقام إبراهيم هو الحج لكن أصح الأقوال هو رأي جمهور العلماء بأن مقام إبراهيم هو حجر مقام إبراهيم وهناك أدلة كثيرة تؤيد هذا الرأي أول دليل عندنا أن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف حول البيت سبعة أشواط اتجه إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت وصلى رقعتين الطواف وتاني دليل حضرتك لو سألت أي حد من أهل مكة أين مقام إبراهيم سيأتي بك إلى حجر مقام إبراهيم ويقول لك هذا هو مقام إبراهيم ومقام إبراهيم ليس مجرد حجر عادي ولكنه حجر من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يقوتتان من الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب والمقصود بالركن هو الحجر الأسود وأكيد المقام هو مقام إبراهيم واللي احنا بنشوفه من الكبة الزجاجية هو الجزء العلوي من مقام إبراهيم عليه السلام وإحنا دلوقتي إن شاء الله هنشوف مقام إبراهيم دون الكبة الزجاجية والغريب في الأمر أن مقام إبراهيم ليس بثقيل الوزن يستطيع أي رجل أن يرفعه وزي ما حضرتك شايف أن مقام إبراهيم هو مربع الشكل أبعاده 3 أضلاع طولهم 36 سنتي والدلع الرابع طوله 38 سنتي وارتفاع مقام إبراهيم 20 سنتي والواحد ممكن يستغرب من ارتفاعه 20 سنتي كيف قام عليه إبراهيم عليه السلام ببناء بيت الله الحرام وكيف قام إبراهيم عليه السلام بالأذان في الناس بالحج ده يرجع لأن حجر مقام إبراهيم ياقوتة من ياقوت الجنة له خصائص خاصة به وحجر مقام إبراهيم ليس بالحجر الصلد المصمط ولكنه حجر من نوع حجر الماء حجر رخو حجر فيه مسامة واشتعر عند المتأخرين من مؤرخ مكة أن حجر مقام إبراهيم تطاول وعلى في السماء فكان الحجر يقصر بإبراهيم عليه السلام ليتناول الحجارة من إسماعيل عليه السلام ثم يطول ليضعه أعلى الجدار شيء عجيب مش كده قال بذلك الإمام المفسر أبو حيان في تفسير المحيط وحنجد كمان أثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه يشد من عدد هذا الخبر قال الصحابي رضي الله عنه أرضاه إن حجر المقام لما صعد عليه إبراهيم الخليل للآذان بالحج تطاول المقام حتى كان كأطول جبل من الجبال فنادى يا أيها الناس أجيبوا ربكم ومن آيات الله البينة على مر الزمان أثر قدمي الرسول الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على مقام إبراهيم فالله عز وجل ألان هذا الحجر وأصبح قطين فغاصت قدم إبراهيم عليه السلام ولما رفع قدميه أعاده الله مرة أخرى حجرا حدث ذلك منذ ما يقارب من خمس سلاف سنة وظل مقام إبراهيم مكشوفا في الجاهلية وفي القرون الأولى من عهد الإسلام وكان أثر قدمي إبراهيم عليه السلام واضحا جليا في عهد الصحابة قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأخمص قدميه والحكمة الإلهية من بقاء أثر قدمي إبراهيم عليه السلام في مقام إبراهيم هو تذكير الناس به بعد موته وهناك قصيدة مشهورة لعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال فيها وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وكان أشبه قدمين بقدمي النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيجي بقى لهم نقطة يترك أن فين موضع مقام إبراهيم في عهد إبراهيم عليه السلام وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي العصور اللاحقة حصل اختلاف وتضارب أبين وواضح جدا في الموضوع ده لكن أبما نتكلم فيه هنتكلم في حاجة مهمة جدا كلنا نعرف أن الكعبة المكرمة تقع في وادي ويحيط بهذا الوادي من جميع الجهات جبال عالية مرتفعة وأحيانا كان يحدث أمطار شديدة جدا تصل لحد السيول المدمرة وبالطبع لم يكن الحال كما هو الآن الآن موجود فيه أنابيب لتصريف مياه السيول وبالتالي كانت المياه تأتي مندفعة جدا من قمة الجبال إلى الوادي وتدمر في طريقها البيوت والنفوس وكل شيء وكثير مننا ممن لا يعلمون تاريخ الكعبة المكرمة لا يعلمون أن الكعبة تم بنائها حوالي 12 مرة وكان معظم هذه المرات بسبب السيول الضخمة والتي دخلت بقوة إلى المسجد الحرام ودمرت جدران الكعبة المكرمة وكانت هذه السيول أيضا سببا في الطواف سباحة حول الكعبة المكرمة في بعض الأوقات وأنا حترك لحضراتكم تحت بعض المصادر لمن أحب أن يستزيد من هذا الأمر الخول الأول يقول أن المقام ظل في موضعه الحالي في العصور الجاهلية وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى حدث سيل عظيم يسمى سيل أم نهشل وسبب تسمية هذا السيل بسيل أم نهشل أن هناك امرأة تسمى أم نهشل أخذها السيل إلى باطن الوادي وهلكت وأخذ معه أيضا حجر مقام إبراهيم وبعد انتهاء السيل أتى أهل مكة بمقام إبراهيم وربطوه بأسطار الكعبة وانتظروا حتى قدم عمر بن الخطاب فزعا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وكان ذلك في شهر رمضان عام 17 هجريا قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستشارة الصحابة عن موقع مقام إبراهيم ولم يأخذ الرأي منفردا وبعد تحديد الموقع بدقة أعاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى موقعه مرة أخرى وقال بهذا القول عروى بن الزبير والإمام مالك والإمام النووي أما بقى الرأي الثاني فقال أن مقام إبراهيم كان لاصقا بالبيت الحرام في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وظل كذلك في عهد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأيضا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثم أخره بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تيسيرا للطائفين وتسهيلا للمصلين قال بذلك القول ابن كثير في تفسيره والشوكاني وابن حجر والقول الثالث أن مقام إبراهيم كان ملصقا بالبيت حتى تم فتح مكة في عام 8 هجريا ثم أتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بنقل مقام إبراهيم إلى موقعه الحالي وقال بذلك القول مجاهد فسبحان من قال للنار كوني لإبراهيم بردا وسلاما وسبحان من جعل الحجر لإبراهيم طينا وألانا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوحى الله عز وجل إلى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج بابنه إسماعيل وأم إسماعيل السيدة هاجر عليهم الصلاة والسلام وصار بهما أياما طويلة حتى وصل إلى واد لا زرع فيه ولا ماء ولا أحد يسكنه توقف إبراهيم عليه السلام في هذا الوادي وأنزل السيدة هاجر وابنها إسماعيل ولم يترك لهما سوى سقاء من ماء وجرابا فيه طمر وهم بالانصراف دون أن يتحدث إليها فتبعته هاجر عليها السلام وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتترقنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء قالتها مرارا وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها ثم قالت الله أمرك بهذا فقال نعم فقالت إذن لا يضيعنا ثم انصرفت إلى إسماعيل يا له من إيمان ويا له من صبر لا حدود له اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد انطلق إبراهيم عليه السلام ثم توقف ونظر إلى الوادي وقال وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام داعيا رب جعل هذا الوادي وهذه البقعة وهذا المكان بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال الله عز وجل ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يقيد الرزق للمؤمن فقط وإلا هلك الكافر فرزق الله للجميع مؤمنهم وكافرهم ثم أضطره وألجئه مرغما وأسوقه مكرها إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير أنعم الله عز وجل على مكة المكرمة بالأمن والأمان والرزق الواسع الوفير فإن سلب الإنسان الأمن والأمان والرزق الطيب فقد سلبت منه كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا حرم الله عز وجل مكة المكرمة منذ خلق السماوات والأرض فحرمها شرعا وقدرا شرعا بالتشريع وقدرا كما حفظها من الجبابرة أمثال أبرها الحبشي وهذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ففي مكة المكرمة لا يعضد شوك أي لا يقطع شوك فإذا كان قطع الشوك في مكة حرام وهو مؤذي للإنسان فأولى من ذلك قطع الثمار والأزهار ولا ينفر صيده أي لا يزعج ولا يحل صيده وإذا وجدت مالا ضائعا في مكة المكرمة لا يحل لك أن تلتقط هذه اللقطة إلا لتعرفها وتردها إلى صاحبها نظرا مستشركون إلى هذه الآية الكريمة رب جعل هذا بلدا آمنا ونظروا إلى سورة إبراهيم فوجدوا فيها رب جعل هذا البلد آمنا وقالوا أن في القرآن تكرار كلا ليس في القرآن الكريم تكرار حقيقة الأمر أن هذا ليس دعاء واحدا ولكنه دعاءان الدعاء الأول كان في وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان فجاءت بلدا نكرة وبعد أن سكنت جرهم وتحول الوادي إلى بلد مكة المكرمة دع إبراهيم عليه السلام فجاءت البلد معرفة بأل فليس هناك حرف ولا حرقة إلا وله دلالة ومعنى في القرآن الكريم وهذا بالتأكيد من إعجاز القرآن الكريم ومن الأمور العجيبة أن كلب الصيد في مكة لا يهيج الصيد ولا ينفر منه فإذا خرج الصيد من الحرم طارده كلب الصيد واقتنسه وأفضل دعاء بعد الإيمان هو الدعاء بشيوع الأمن والأمان فلا تقوم حياة البشر أبدا ولا تتحقق المصالح الدينية والدنيوية إلا بالأمن والأمان وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء ومعنى إبراهيم الأبو الحنون والأبو الرحيم رب جعل هذا بلدا آمنا فعل الأمر إجعل إذا جاء من صغير لكبير فهو للدعاء وإذا جاء من متساويين فهو التماس وإذا جاء من كبير إلى صغير فهو للأمر سؤال مهم هل يقام الحد في مكة المكرمة؟ نعم تقام الحدود والقصاص في مكة المكرمة فمكة لا تعيذ جاني وارزق أهله من الثمرات كيف؟ ومكة المكرمة وادي في صحراء جرداء قيد الله عز وجل لمكة الطائف وهي أرض خصبة مثمرة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر لماذا خص إبراهيم عليه السلام المؤمنين بهذا الدعاء؟ لأنه سبق ودع إبراهيم عليه السلام بالإمامة لذريته فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين فاستدرك إبراهيم وخص المؤمنين بهذا الدعاء وكأن إبراهيم عليه السلام دعا مرتين للمؤمنين من أهل مكة مر على وجه العموم ومر بالتخصيص ولماذا تحديدا الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ذلك يرجى لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو قمة الإيمان بالغيب ولأن الله عز وجل هو رب الجميع مؤمنهم وكافرهم لم يحلم الكافر من الرزق فالرزق ليس حكرا على المؤمنين قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وكأن الله عز وجل يتحدث إلى مشرك مكة ويقول لهم ما أنتم فيه من نعمة ليس لمحبة لكم ولكنه فضل من الله قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف كريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتخيل معي حال أهل مكة من المشركين إن استجاب الله عز وجل لدعوة إبراهيم لألجأ المشركين إلجاءا واضطرارا إلى الإيمان والإيمان لا يكون بالإجبار بل بالاختيار يبصر نور الإيمان فيقبله أو يرفضه قال ومن كفر فأمتعه قليلا فمتاع الدنيا مهما كثر فهو قليل فهو إلى نفاذ أو إلى مفارقة بالموت وليس المقصود أن الله عز وجل يرزق المؤمنين رزقا وفيرا ويرزق الكافرين رزقا قليلا ولكن متاع الدنيا قليل وقليل جدا بالنسبة لنعيم الآخرة فالدنيا ثانية ومنقطعة أما الآخرة فهي الباقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأعد الله عز وجل للمؤمنين في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقد يسأل سائل لماذا الكفار في هذا النعيم وهذا التمكين لأن الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر وعطاء الدنيا ليس دليل محبة بل قد يكون استدراج ليزدادوا إثما وعدوانا وبغيا والكفر في اللغة معناه التغطية واصطلاحا هو الجحود والإنكار وتذكر أن غمس واحدة في النار تنسي نعيم الدنيا كلها ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وبئس المصير والخاتمة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوحى الله عز وجل إلى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج بابنه إسماعيل وأم إسماعيل السيدة هاجر عليهم الصلاة والسلام وصار نبي الله أيام طويلة حتى وصل إلى واد لا ذرع فيه ولا ماء ولا أحد يسكنه توقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الوادي وأنزل السيدة هاجر وابنها إسماعيل ولم يترك له ماء سوى سقاء فيه ماء وجرابا فيه طمر وهم إبراهيم عليه السلام بالإنصراف دون أن يتحدث إلى السيدة هاجر عليه السلام فقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء قالتها مرارا وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت ولا يرد فقالت الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا كلمات ثلاث إذن لا يضيعنا يا له من إيمان ويا له من صبر فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى الثنية وهو طريق عالي في الجبل يطل على وادي مكة فاستقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وتضرع إلى الله بهذا الدعاء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ظلت هاجر وولدها إسماعيل في هذا الوادي تشرب من الماء وتردع ولدها حتى نفذ ما معها من الماء عطشت وعطش ولدها وأخذ يتلوى من شدة العطش وهي تنظر إليه لم تستطع أن تتحمل وانطلقت بعيدا ثم سعت بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهد المتعب لعلها تجد بعض الماء أو لعلها تجد مارا بها فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها أن تسمع فتسمعت فسمعت فإن كان عندك غواث فإذا هو جبريل عليه السلام عندما كان بئر زمزم فأخذ يبحث بعقبه فضرب الأرض بعقبه فتفجر بئر زمزم خشيت هاجر عليها السلام من نفاذ الماء فأخذت تحوضه بيديها وتقول زمي زمي فقال جبريل عليه السلام لا تخافوا الضيعة ولا الضيعة ولا الهلاك فأنتم تحت رعاية الله عز وجل وأشار إلى رابية مرتفعة عن سطح الأرض وقال إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه ثم مر مسافرون من قبيرة جرهم فوجدوا طيرا يحوم في الوادي فقالوا لا بد أنه هناك من ماء فأرسلوا رسولين إلى هذا الوادي فانطلق الرسولين إلى الوادي وعاد مستبشران وأخبر قبيرة جرهم أن بالوادي ماء فأقبلوا على السيدة هاجر وابنها إسماعيل واستأذنوا منها أن يقيموا بجوارها فأذنت لهم على شرط واحد فليس لهم أي حق في هذا الماء ولكن لهم أن يشربوا منه فقط فقبلوا وسكنت قبيلة جرهم بوادي مكة وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام فشب إسماعيل عليه السلام بينهم وتعلم منهم اللغة العربية ولما بلغ الرجد زواجوهم رأى منهم وتوفيت السيدة هاجر عليها السلام وأخذ سيدنا إبراهيم في التردد على ابنه إسماعيل عليه السلام وفي إحدى المرات جاء إلى ولدي إسماعيل وهو في دوحة قريبة من بئر زمزم وهو يبري نبلا اللي هو السهم فلما رأاه إسماعيل عليه السلام قام إليه وقبله وعنقه فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك فقال إبراهيم عليه السلام وتعينني فقال إسماعيل أعينك فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى الربوة المرتفعة فعند ذلك رفع القواعد من البيت وأخذ إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني فنزل قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قواعد وأسس الكعبة المكرمة وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء وهما يدعوان الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والمعنى المقصود ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعائنا إنك أنت وحدك السميع لدعائنا والعليم بأحوالنا ونياتنا واضح جدا في القرآن والسنة أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هما من رفع القواعد من البيت فمن هو أول من بنى بيت الله الحرام زخرت كتب التفسير بأقوال كثيرة لا دليل على صحتها فقال بعضهم أن الكعبة المكرمة أنزلت من السماء وقال البعض أن الكعبة المكرمة أنزلت من الجنة وقال البعض الآخر أن الملائكة أول من بنوا بيت الله الحرام وقال آخرون أن آدم عليه السلام هو أول من بنى بيت الله الحرام قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين ومعرفة أول من بنى البيت من العلم الذي لا ينفع ومن الجهل الذي لا يضر واذكر أيها النبي لليهود والنصارى الذين يدعون كذبا أنهم على منهاج النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم لا يتبعونه ولا يحجون البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام واذكر أيها النبي أيضا لمشرك العرب الذين يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ولا يتبعوا نفس الطريق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت لماذا جاء الفعل يرفعوا في زمن المضارع؟ لأن الله عز وجل أراد مننا أن نتصور وأن نعيش هذه اللحظات المباركة وإبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت ويساعدوا في ذلك إسماعيل عليهما السلام وهما يتضرعان في خوف ورجاء أن يتقبل الله منهما هذا العمل وتخيل معي أخي الكريم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وليس معهما سلما ولا سقالة ولا أدوات بناء حديثة بل مجرد أدوات بسيطة ورغم ذلك قام بكل تفاني وحب ويا له من عمل شاق ولكن في سبيل الله دهون المشاق نعم أشرق إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام في العمل الصالح وإشراك الأبناء في العمل الصالحة ولو بقدر يسير يساعد في تنشئتهم تنشئة طيبة فإذا أردت مثلا أن تتصدق على فقير فأرسل ابنك الصغير بمال الصدقة إلى الفقير ليتعود على فعل الخير وإذا أردت مساعدة الأرامل واليتامة والمساكين فأشرك ابنك في العمل واجعله قائدا لهذا العمل وكان إبراهيم عليه السلام قبل أن يرزق بإسماعيل كان دائما ما يقول إسمع يا إيل وإيل باللغة السريانية معناها الله فلما وهبه الله إسماعيل سماه إسماعيل ولماذا فصل الله عز وجل بين إبراهيم وإسماعيل في هذه الآية الكريمة فقال الله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ ولم يقل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وذلك يرجع لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كان يبنيه وإسماعيل يساعده في البناء فكان لابد من التفريق بين الباني الأساسي والتبع المساعد له فذكر إبراهيم ما جعل ذكر إسماعيل يغيب وذكر إسماعيل ما طغى على ذكر إبراهيم وكما أن للبيت قواعد تحفظه يجب أن يكون لإيماننا قواعد وقواعدنا هما الكرآن والسنة والبيت هو الكعبة المكرمة بإجمال علماء قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام خياما للناس ولا أدري ما وجه اعتراض يهود المدينة على نقل القبلة إلى بيت الله الحرام ومن بناها هو إبراهيم عليه السلام وعرف إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما حق المعرفة فانقصر وخضع وتذلل لله وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ومن لم يعرف ربه حق المعرفة تسلل العجب والكبر والتعادي إلى نفسه وإن كان قارئا للقرآن أو منفقا للمال أو آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فلا سبيل لكبول الأعمال الصالحة إلا بإخلاص النية وتساوي الظاهر مع الباطن قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرق فيه معي تركته وشركه وكم من عمل عظيم كان فيه رياء وسمعة فلم يقبل وأول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أعمالهم ظاهريا جليلة قارئ للقرآن ومنفق للمال ومجاهد فأما القارئ فقرأ ليقال قارئ وأما المنفق فأنفق ليقال جواد كريم وأما المجاهد فقتل ليقال شجاع وقد قيل في الدنيا فليس له في الآخرة من ثواب فإياك وأنت اختر بعملك مهما كان عظيما فقد لا يتقبل منك قال ابن عثيمين رحمه الله تأمل معي أمر مخصوص لعبد مخصوص بعمل مخصوص في مكان مخصوص ورغم ذلك يسأل الله القبول فلنجعلها من أثقارنا اليومية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولماذا كانت الآية الكريمة إنك أنت السميع العليم ولم تكن إنك السميع العليم لأن دخول ضمير الفصل أنت يفيد الحصر والاختصاص جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء الأمر الإله إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام برفع القواعد من البيت فأتى إلى ولده إسماعيل وهو جارس في دوحة قريبة من بئر زمزم وهو يبري نبلا اللي هو السهم فلما أقبل قام إليه إسماعيل عليه السلام وقبله وعنقه قال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل عليه السلام ففعل ما أمرك ربك فقال إبراهيم عليه السلام وتعينني فأجاب إسماعيل عليه السلام أعينك فقال إبراهيم عليه السلام إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى تلك الرابعة المرتفعة هو ده النص المذكور في كتب التفاسير لكن وراء النص حاجات كتيرة لازم نشعر بيها علشان نعرف مدى عظمت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام قال إبراهيم تلك الكلمات الخالدة وعمره تجاوز المائة عام كان شيخا كهلا عجوزا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ومعنى أمة أي إمام يقتدى به وقانتا لله أي خاشعا وخاضعا لله في كل أوامره وفرق شاسع جدا جدا بين من عشق التكليف الإلهي ومن أراد أن يلقي عن كاهله أبق التكليف وحنسرح بخيالنا شوية ونفكر إزاي قدر سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام ببناء هذا البيت أول خطوة كان لابد من تهيئة الأرض وتطهيرها ولم يكن معهم من الأدوات إلا بعض الأدوات البسيطة ويبدو أن الأمر في غاية الصعوبة ولكنه ما قام به على أفضل ما يكون ثم أتى سيدنا إسماعيل عليه السلام بالحجارة وبطبيعة الحال لم تكن حجارة متماثلة ولكنها مختلفة في الحجم والأبعاد وكان لابد أن يجعل من وحدات البناء وحدات متشابهة ومتماثلة لأقصى حد وهي له من مجهود شاق في ظل عدم توفر أي أدوات مناسبة ثم قام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبناء ووضع حجارة فوق حجارة فوق حجارة قام بكل ذلك وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ظل على ذلك الحال فترة طويلة من الزمان ولكن من ذاق حلاوة الإيمان واستحضر عظم الجزاء ازداد قوة وإصرار على إتمام ما بدأ وبعد أن أعانهم الله على إتمام البناء توجه إلى الله بالدعاء وقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا ثابتين على ملة الإسلام مستسلمين لك ومنقادين لأحكامك واجعل من ذريتنا أمة ثابتة على الإسلام منقادة لأحكامك مستسلمة لك بالتوحيد وأرنا وبصرنا وبين لنا مناسك ومعالم عبادتنا وتب علينا وتجاوز عن ذنوبنا إنك أنت وحدك كثير التوبة كثير الرحمة على عبادك نجد أن تكرار ربنا من باب أدب دعاء الأنبياء مع الله عز وجل وفيه من الضراعة لله والخضوع لله والاحتياج الدائم لله عز وجل ربنا واجعلنا مسلمين لك أليس إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام مسلمين؟ بلى فلماذا الدعاء بشيء موجود؟ لأن الدعاء بشيء موجود هو دعاء بالثبات على هذا الأمر ودعاء بالزيادة من هذا الأمر يعني ثبتنا على الإسلام وزدنا استسلاما وخضوعا لك فإن هذا الإسلام لا يدوم للعبد إلا بتوفيق الله عز وجل وكم مرة رأينا إنسان ملتزم في بداية حياته ثم تحول للإلحاد والكفر وهلك على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله جميعا الثبات على الإسلام وحسن الخاتمة ربنا واجعلنا مسلمين لك وحدك خاضعين ومنقادين لكل أحكامك وشرائعك ملايين الناس مكتوب في البطاعة بتاعتهم في خانة الديانة مسلم لكن للأسف شديد مش كله إسلام صحيح في المسلم لله وفي المسلم لغير الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة فمن أراد النجاة فعليه بالجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين والإسلام المقصود في الآية الكريمة هو الإسلام كمنهاج وطريق الحياة وليس الإسلام كشريعة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وكتابها السماوي هو القرآن الكريم وكثيرا ما كان يدعو إبراهيم عليه السلام لذريته ومعنى إبراهيم الأب الحنون والأب الرحيم وهذا توجيه من الله عز وجل لنا بالدعاء للذرية فلندعو لذريتنا بالصلاح ومن منا من لا يرغب بعد موته في ولد صالح يدعو له واستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء وجعل من ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام الأمة الإسلامية ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فتتصل الأجيال في طاعة الله عز وجل ولما ذاق إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حلاوة التكليف طلب من الله زيادة في التكليف وقال وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا والمناسك لها معنى عام ومعنى خاص المعنى العام اللي هي العبادة والمعنى الخاص اللي هي مناسك الحج واستجاب الله عز وجل وأرسل جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وأراه مشاهد الحج من منا والمزدلفة حتى وصل إلى عرفات فقال له جبريل أعرفت أعرفت فقال إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت فسمي الوقت عرفة وسمي الموضع عرفات وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا قَالَاهَا لِكَي يَتَعْبَدَ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَرَعَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَ اللَّهِ فَلَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهِ وَتُبَعَ عَلَيْنَا هَلْ أَذْنَبَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ لِيَطْلُبَ التَّوبَةِ نجد أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبار الذنوب ومعصومون في تبليغ الرسالة السماوية ولكنهم بشر فأحيانا يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم فسبقوا أن أكل آدم عليه السلام من الشجر المحرمة ثم تاب إلى الله فتاب عليه وأراد موسى عليه السلام أن يدفع الظلم عن أخيه الإسرائيلي فوكز القبطي فمات وهذا يعتبر قتل خطأ ثم تاب إلى الله فتاب عليه ولم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا في ثلاث مرات وكان هذا الكذب لحاجة ومصلحة شرعية فقال لقومه إني سقيم ولم يكن صخيما حتى يستطي تحطيم الأصنام ولما سأله قومه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا ولما سأله جبار في مصر عن سارة قال هذه أختي فأين نحن من هؤلاء وكم نحتاج من استغفار وتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم أنت ضمير الفصل يفيد الإختصاص والحصر لله عز وجل بالتوبة والرحمة والتواب صيغة مبلغة لكثرة عدد من يتوب الله عليهم فالله عز وجل كثير كبول توبة التائبين والله عز وجل كثير التوفيق إلى التوبة ومهما بلغ الإنسان من صلاح لا يخلو من وجه من أوجه التقسير يحتاج إلى توبة فمن وفقه الله لاجتناب الكبائر وقع في الصغائر ومن وفقه الله لاجتناب الصغائر وقع في الخواطر والخطرات ومن وفقه الله لاجتناب الخواطر والخطرات وقع في الغفلة عن ذكر الله تعالى توسل إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأسماء الله الحسن وقال إنك أنت التواب الرحيم فلنتخير عند الدعاء لله بما يتناسب مع المطلوب من أسماء الله الحسن فإذا دعوت بالشفاء فقل يا شافش فيني يا رحيم رحمني يا قوي قوني ومن أفضل المواقف للتوبة والاستغفار أثناء الوقوف أمام بيت الله الحرام وخير ختام هو دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي فاخفر لي فإنه لا يخفر الذنوب إلا أنت جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك قال صلى الله عليه وسلم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام دعوة أبي إبراهيم متى كانت هذه الدعوة وأين كانت ولمن كانت كانت هذه الدعوة بعد أن رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت وإسماعيل وأين كانت كانت أمام بيت الله الحرام وكانت هذه الدعوة لأمة المسلمين تلك الأمة المباركة قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل عليه السلام يتلو عليهم آياتك كما أنزلت فيقرؤوها باللفظ ويحفظوها ويحفظوها لغيرهم ويعلمهم الكتاب وهو الكرآن الكريم والحكمة وهي السنة النبوية المشرفة ويزكيهم ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق ويربيهم على الأعمال الصالح إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء والقاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والحكيم فيما يشرع وفيما يأمر وفيما ينهى وفيما يقول كلمات قليلة ومعاني فياضة وجديلة تقلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأتقن فن الدعاء لم ينسانا أبدا في دعائه ولم نخفل أبدا عن ذكره في صلاتنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم فيهم تشمل الأمة الإسلامية والعرب وأهل مكة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لماذا منهم وليس من غيرهم منهم فيعرفوا شرفه ونسبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته معروف في مكة بالصادق الأمين ومنهم حتى يكون شفيقا بهم وحريصا على هدايتهم ومنهم فيتحدث إليهم بلسانهم ولغتهم فيفهموا قصده بسهولة وكان صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب من أمة أمية ولكن من علمه والله عز وجل قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أمي لم يتعلم على يد البشر ولكنه عالم في أعلى درجات العلم الإلهي ويا له من فضل عظيم أن بعث فيهم رسولا منهم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان ربنا وبعث فيهم رسولا منهم كما بعثتني رسولا وهذا أوضح دليل على أن ملة جميع الأنبياء واحدة وهي الإسلام يذا سأل فضيلة الشيخ الشعراوي لماذا يحسدنا اليهود على محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فإن محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام والحقيقة أنكم أيها اليهود لما ظلمتم في الأرض سلب الله منكم النبوة ووضعها في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم وسبق وأن قال لا ينال عهد الظالمين ولاحظ معي دقة اللفظ القرآني قال الله تعالى ربنا وبعث فيهم أي فيهم وفي غيرهم من الإنس والجن ولم يكل ربنا وبعث لهم فتكون الدعوة خاصة لهم فقط ربنا وبعث فيهم رسولا منهم جاء رسول صلى الله عليه وسلم في دعاء سيدنا إبراهيم غير معرف وظل كذلك حتى أتى سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وقال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطورة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يتلو عليهم آياتك فيقرؤوها كما أنزلت وقرأها جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم ونجد أن آيات الكرآن الكريم زاخرة بدلائل الوحدانية ودلائل وجود الله ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي أي إنسان منصف أن يسلم مباشرة فورا أن يستمع ويتلو آيات الكرآن الكريم وكم رأينا من أمثلة في أوروبا وأمريكا وغيرها وكم نحن مخصرون في تلاوة الكرآن الكريم وكم نضيع من الثواب العظيم فلنستدرك جميعا ما فاتنا ولنتمتع بقراءة الكرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكمة والكتاب هو الكرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية المطهرة فيتعلمون ما فيها من معاني وأوامر ونواهي ومواعظ ونجد أن السنة هي شقيقة الكرآن والمتممة والمكملة والمفسرة له وبأي حال من الأحوال لا يمكن أبدا فصل الكرآن الكريم عن السنة لأنهما معن مصدران للعقيدة والشريعة والأخلاق والفضائل والمعارف والعلوم الدينية والدنيوية بعض الناس تظن أن السنة محصورة في الأحاديث النبوية الشريفة ولكن السنة الشريفة أشمل من ذلك فالسنة هو كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو ندى إليه قولا أو فعلا وتشمل السنة الشريفة أيضا ما رضي عنه من أصحابه وقابله ولم ينكره والخلاصة أن السنة النبوية المطهرة هي جميع التفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدءا من مولده وحتى وفاته ونجد أنه من أوجه قوة وثراء اللغة العربية هو تعدد المعاني للكلمة الوحدة وعندنا على كده مثال الحكمة فإذا جاءت الحكمة مقترنة بالكتاب فيقصد بها السنة الشريفة وإذا جاءت منفردة فلها أكثر من معنى قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة ومعنى الحكمة الفقه في الدين والإصابة في القول وسلامة العقل ولننتبه جميعا ولأولادنا من طائفة تظهر في الآلام كثيرا يسمون القرآنيون والحقيقة الصريحة أنهم ليسوا بقرآنيين لأنهم لم يأخذوا بما في القرآن الكريم قال الله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه فمن علمنا مناسك الحج ومن علمنا الصلاة ومن أنبأنا بعدد رقعات صلاة الظهر أو العصر ويزكيهم تسكية النفس أي تطهير النفس من كل شر والزيادة والنماء من كل خير فيجب أولا أن نطهر النفس من الشرك والكبر والرياء والحقد والحسد ثم بعد ذلك نملأها ونربيها بالتوحيد والإخلاص والتواضع وحب الخير للآخرين وخلونا ناخد مثال عن التسكية عشان نفهمها كويس لو عندنا كأس مصنوع من أجود أنواع كريستال لكنه متسخ ثم وضعنا شرابا جميل الطعم فهل نستسيق هذا الشراب في هذا الكأس المتسخ؟ بالطبع لا فماذا يجب علينا أن نفعل؟ أول خطوة لابد من تطهيره من الوسخ والدرن وبعد ذلك نملأه بالشراب اللذيذ الطعم فنستسيق طعمه وبالتالي يجب أن نطهر أنفسنا جيدا من الشرك والكبر والحسد والحقط ثم نملأها بالخيرات والبرقات والأخلاق الحميدة هل تعلم أطول قسم في القرآن الكريم؟ في سورة الشمس قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والفلاح أعظم من أي نجاح فهي أنت حضرتك دلوقتي الفلاح يكون في إيه؟ في تسكية النفس وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فلا تتعجب أبدا من رعاة الغنم لما زكوا أنفسهم فقادوا الأمم وكيف نزكي أنفسنا بالمحاسبة دائما وحملها على الخيرات واتهامها بالتقصير وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إذا خلى بنفسه قال عمر أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أولا يعذبنك هل تعلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه قبل الإسلام ماذا كان يعمل؟ كان قاطع للطريق ولما زك نفسه أصبح رجل لا يخشى في الله لوم تلائم وقال ابن الخيم الجوزي رحمه الله الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغلب ولا ينال بسوء والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة ودائما ما يأتي الحق سبحانه وتعالى بالعزيز الحكيم لأن الحق عز وجل وإن كان عزيزا فإنه يغلب بحكمته فتخير الله عز وجل من أسمائه الحسنى ما يتناسب مع الآية الكريمة فلما تكلم عن الحكمة أتى بإسم الله الحكيم دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم واستجاب الله عز وجل ليس في القرآن وحسب بل في التوراة أيضا حنلاقي في سفر التكوين رقم 17 وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة وفي القرآن الكريم امتن الله عز وجل على أمة الإسلام ثلاث مرات قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لاحظ معي أخي الكريم في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء الترتيب أولا التلاوة ثم تعلم الكتاب والحكمة وأخيرا التسكية أما في إجابة الله عز وجل فجاء بالتسكية قبل التعلم وكان الترتيب التلاوة أولا ثم التسكية ثانيا وأخيرا تعلم الكتاب والحكمة فما العلا في ذلك لأن دعوة سيدنا إبراهيم كانت في عنق التاريخ وقبل استجابة الدعوة بآلاف السنوات ولم يكن قد ظهر الضلال في ذريات إسماعيل عليه السلام فجاء الترتيب بالشكل هذا التلاوة ثم التعلم ثم التسكية أما وقد ظهر بعد ذلك الضلال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته فكان لابد من الإتيان أولا بالتسكية قبل التعلم وده واضح جدا في حياتنا عندنا مثلا وزارة التربية والتعليم دائما تأتي التربية قبل التعليم فتنطلق النفوس الطيبة في رحاب الله لتنهل من كتاب الله وسنة رسول الله جزاكم الله خيرا